السلام عليكم الـframes تمام؟ طيب قبل مان ناخد الـbreak كان فيه حد كان بيقول انا ايه بعد ما جاء عمل لصفحة بتاعته ديت و جاي يفتحها بيجي يقولي انو يبان عنده page is not found طبعا ليه page is not found يا جماعة لانا قريدي انت فعلا عملت الصفحة بتاعت الـ mainframe بس فيه عندك مشكلة بالنسبة في ان ما فيش صفحات موجودة لانت عندك الهيدر موجود ولا انت عندك البودي موجود ولا انت عندك الفوتر موجود تمام طيب في بقى عندك نقطة كمان نقطة تانية بقى في ناس بتقول انها كان باين عندي في بوردر في الفريمات بتاعتي في بوردر باين بالنسبة للفريمز بتاعتي تمام فالبوردر زياد بتباين ليه لان احنا المفروض عندنا في الجزء اللي هو الخاص بالفريمز التاعتي هنرجع تانية نفتح بقى اللي هي على الويلد بورد 2 لما فتحنا الويلد هو ايه الفريم سات روز في عندي هنا فريم سورس هيدر وبعد كده عندي فريم سورس هيدر وبعد كده عندي فريم سورس هيدر وبعد كده عندي فريم سورس هيدر نوو والبوردر بتاعي هيبقى بزيرو ده بالنسبة للجزء بتاع اللي ايه الفريم بوردر هنيجي نعمل دوت على الصفحة بتاعتنا اللي احنا كوناها مع بعض هدخل تاني هاولو screen sharing وهاجي افتح هنا هوت frame set rules هاولو مسافة frame border هايساوي no وبعدين border هايساوي zero وهاجي هنا من فايل هاولو save يبقى انا جيت قلتلو frame set rules بعدين مسافة frame border هايساوي no مسافة border هايساوي zero بعدين قلتلو save وهاعرض الصفحة بتاعتي آآ سوري هعمل refresh هلاحز هنا ايه انه ما بيبانش عندي البوردرز بتاعت الايه الفريم بداعي تمام وادس ايه اللينكات بتاعتي طيب اشباه هايسين حاجة بالنسبة للينكات بتاعتنا لما باجي دلوقتي انا اجاي مسلا بكليك على contact us وما بيفتح ليش صفحة contact us وما اجاي اجاي كليك على education options ما فتحش برضو education options وcareer options ما فتحش عندي career options برغم ان انا الصفحة دي انا اساسا مكونها من الاول يعني انا مكون الهيدر بتاعت من الاول والينكات بتاعت كوتانا اوريدي مكونها من الاول وعايز لما اجا التك على ده يفتح في الجزء اللي هو في النص اللي هو اللي ايه البادي بتاعي او center بتاعي وبرضو لما دوس على ده يفتح عندي في الجزء ده ولما بدوس على contact us يفتح عندي contact us ولما بدوس عنده home بيفتح عندي على home طب ايه المشكلة هنا هوت يعني تتوقع تكون ايه المشكلة في الجزء ده ما هي الرابط اكيد هي المشكلة طبعا ايه مشكلة الرابط انها ما بتشتغلش الرابط في الhead مش موضوعة لا موضوعة الرابط كانت موضوعة بالزبط كده زي ما فاطمة قالت احنا ما رابطناش بين الheader وبين البادي احنا مش رابطين بين الheader وبين البادي وزي ما قالش هابط target بالزبط كده تمام فدلوقتي احنا مش رابطين من ده وبين ده فطبعا ممتازين يعني في النقطة ان انا حدده بالزبط انا عايز اخلي اللينك اللي موجودة في header لما اجي اكليك عليها يعرف ان هو هيروح لبادي طب هيعرف ازاي هيعرف ازاي حاجة زي كده تمام علشان يبتدي يعرف حاجة زي كده انا المفروض عندي مثلا الكود بتاعي هوت بتاع الصفحة بتاعتي فيه اللي هو frame source اللي هو ايه body.html تمام frame source body.html طب هو هيعرف منين ان بادي ده موجود هنا هو بادي لازم ابتدي ادي ال body ده اسم علشان لما يجي عايز يروح له يندع عليه الاسم ده يعني مسلا ممكن اجي هنا عند frame source body.html حقول له مسافة name هتساوي على اساس النهار هاعرض اللي ايه المحتويات اللي عندي تمام يبقى عشان كده هاعرض الايه المحتويات اللي ايه اللي عندي تمام يبقى حاول له frame source body.html وبعدين ال name بتاعي هيساوي content تمام بعد كده انا المفروض بقى ايه خلاص انا حددت ان هو frame source body.html وال name هيساوي ايه content لو انا عندي فيه زرار هنا هوت اسمه home في الهيدر تمام عندي زرار اسمه ايه home في الهيدر طيب home دوت علشان خاطر يشتغل معايا ايه الكود اللي انا هبتدى اكتبه ايه الكود اللي انا هبتدى اكتبه على home ايوة كده بالزبط هنا ديت الناس فيه النائمة اللي انا انا لو عندي كلمة home هي الكود بتاعي او هي قصدي اللينك بتاعتي عايزي بتدى اعمل عليها الرابط هقوله ايه? هتساوي ايه? هتساوي index.html تمام? وبعد الهوم هقفل الايه? بس كده? لا مش بس كده. لازم بقى احدد حاجة تانية. احنا دايما كنا في كل لينك بنحدد حاجة اسمها ايه? التارجت. بالزبط زي ما قال محمد. يبقى احنا بنحدد حاجة اسمها التارجت. التارجت اسمه ايه التارجت بتاعي? اه مجلة بتقول بادي. طبعا يعني احنا طبعا خلاص. ننسى خلص بادي لان احنا ادينا اسم للبادي بتاعنا ده وسميناه content. يبقى هنا تارجت هيبقى يا جماعة هو الcontent. تارجت هيساوي ايه? content. تمام? لو النقطة دي فيها مشكلة ياريت ممكن انا عادة تاني مفيش اي مشكلة خالص. عشان النقطة دي مهمة كدا. طيب. طيب نقولها تاني. نقولها تاني. احنا دلوقتي قلنا ان احنا عندنا في الجزء بتاع header في ايه? في زرار. ده متفقين عليها جماعة. احنا متفقين ان في زرار اسمه home موجود فين? في الجزء بتاع header.html. تمام? واتفقنا بعد كده ان الframe set اللي احنا كوناه ده في الجزء بتاع البادي اللي هو الفريم بتاع بادي رحنا جايين ايلي ان احنا هنسميه اسم. رح تجاي يقولك انا هسميه content. في مشكلة لغاية دلوقتي في النقطة دي? النقطتين اللي انا ذكرتهم. يعني النقطة الاولى ان انا حاجة اسمي اه ممكن نسميه بادي يا جماعة. ممكن نسمي ممكن نسمي ممكن نسمي الفريم سورس بادي ده قدر شمال. ممكن نقول name body مش مشكلة. بس انا حبيت ان انا ماسموش الاسم عشان متفتكروش ان هو لازم يكون بادي. لا هو مش لازم. ممكن احط الاسم اللي ياجبني. ممكن روح يسمي الفريم باسمه. مفيش مشكلة. تمام? ففي مشكلة لغاية دلوقتي في النقطتين دول. النقطة الاولى انا عندي لينك في الهيدر. والنقطة التانية انا اديت اسم للفريم بتاع البادي. تمام? طيب. عايز اعمل لينك على هوم. هعمل لينك على هوم. لما اجي ادوس على هوم تفتح فين? تفتح فين? ايوا في البادي بالزبط. بس البادي ده انا مسميه ايه? بالزبط كده. البادي ده انا مسميه ايه? كونتنت. يبقى انا دلوقتي لما حاجي هعمل لينك على هوم. اللي هي الكلمة بتاعتي دي. حاجة اقوله ايه? هقوله ايه? مسافة. اتشرف. حيساوي. تمام? حيساوي index.html. بعدين مسافة. تارجت. حيساوي. كونتنت. وفي الاخر خالص اروح جاي وقافل الايه? 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 لا ليه اندكس ديت دي لان احنا لازم احنا بنسمي دايما الصفحة الاولى في اي موقع باندكس. لان سيرفر بيقرس صفحة الهوم بتاعتي على اسم اندكس. يعني لما حاجة ادي لاندكس السيرفر هيديدكتها على طول. ليه? باكتب تارجت. ما باكتب تارجت عشان احدد المكان اللي هيروح فيه. افرد ان انا عايز اللينك ده يفتح على نفس الصفحة. يبقى كنت هقول له ايه? لا غير اتش راف. ما هي اتش راف ديت هي الصفحة اللي انا عايزها تتفتح. بس ما كانها فين? ما احنا سميناها كونتنتم عشان كده راح تمحدد تارجت كونتنت. تمام? طيب. النقطة دي وصلت لكل الناس يا جماعة? ممكن تبقى اسمها بادي يا ماري Period. ممكن تبقى اسمها بادي. مفيش مشكلة. ممكن تبقى اسمها بادي يا جماعة. مش شرط انا سمت كونتنتي باهاها كونتنت. ممكن اسميها بادي. ممكن اسميها سنتر. ممكن اسميها الاسم اللي يجبني. تمام? طيب. هنيجي بقى نطبق الكلام ده على الصفحة بتاعتنا اللي احنا كوناها. تمام? هنيجي نطبق الكلام ده على الصفحة اللي احنا كوناها. هندخل تاني. هنفتح المرة دي بقى صفحة الايه? الهيدر بتاعتي. تمام? هنفتح صفحة الايه? الهيدر بتاعتي اللي انا كنت مكونها اصلا وباجي هنا هوت هفتح الجزء بتاع الايه? اللينكس بتاعي. الجزء بتاع اللينكس بتاعي هنا هوت عندي هوت ايه اتش ريف اللي هي اندكس.html والتارجت بتاعي ايه بادي. انا هاجي هنا هوت وروح مغير الكلام ده وخلي ايه التارجت بتاعي هيبقى كونتنت. تمام? وهنا برضو هغير التارجت بتاعي هيبقى كونتنت. وهنا برضو هغيره هيبقى التارجت بتاعي كونتنت. وهنا برضو هغيره وحكتب التارجت بتاعي كونتنت. تمام? وحاجي اقوله ايه? سيف. وحاجي هروح جاي فاتح صفحة الفريم بتاعتي او وهقوله ساوي content وحاجي من وحقوله save وبعدين هاعرض الصفحة بتاعتي هقوله refresh لما اجا كليك على contact us يفتح contact us لما اجا كليك على education options يفتح لما اجا كليك على career options هيفتح career options ولما اجا كليك على home يفتح home نرجع تاني نبص احنا كتبنا ايه في الهيدر كل اللي عملناه حطينا اله رف عادي جدا index of hml بس تغيرت التارجت حطيته باسم التارجت اللي انا موجود عندي اللي هو content اللي انا كنت مسميه بالفريم بتاع الجزء اللي هو اله متاع البادي في صفحة اللي هي ال my mainframe هتجا يعمل name a content اوكي النقطة دي اوكي اشتركوا في القناة التارجت اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر